موسيقى لكن برضو كمان يسوع بيتكلم في أشياء اللي هي مفهومة في الكولتشر في تلك الأيام يعني عالة الملك اللي بينتصر بيتبح بيهلك الأعداء اللي أمامه فبيتكلم كمثل بنفس الصورة في نهاية الأيام أن الناس اللي رح توقف أمامه الذين رفضوا ملك المسيح مع أنه الفرصة مفتوحة إليك إسا على فكرة الآن إن سمعتم صوته اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم لأن في يوم للأيام رح يتواجه المسيح كالديان وكديان طبعا شيء طبيعي بمفهوم العادات قديما هاتوهم اللي رفضوا أنه أملك عليهم ادبحوهم قدامي أقل واجب يعني وفي الحقيقة الدبح ده للأشرار الأردية ده يعني لا وبأكد صفة المسيح كديان يعني دي من خصوصيات المسيح بالضبط هو مخلص في عدد عشرة وهو ديان في عدد سبعة وعشرين ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر